وقفة احتجاجية لصائقي المركبات العمومية على خط رامالله قلنديا استنكارا لمقتل صائق المركبة العمومية محمد الرزي بعد أن لاحقته مجموعة من أصحاب المركبات الخاصة واعتدوا عليه بالأدوات الحادة لعدم سماحه لهم بنقل الركاب بمركبته الخاصة هذه الوقفة اليوم على الخط من زملائه العاملين على خط رامالله قلنديا الرام هي وقفة حداد واحتجاج على ما حصل ولكن ستتلوها خطوات من النقاب العامل عمال النقل وقد تصل إلى الإضراب الشامل وغدا سيكون اجتماع للنقاب العامل عمال النقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الخارجين عن القانون وبحق الحكومة التي لم تعمل لمحاسبة الخارجين عن القانون وبمنع المركبات الخاصة التي تعمل بأجر المرحوم الرزي أصيب بجراح ونقل إلى المشفى ثم دخل في غيبوبة حتى وافته المنية عصر السبتي لتعلن النيابة العامة عن التحفظ على الجثمان للتشريح في حين اعتقلت الشرطة متهما ولا يزال متهم آخر فار من وجه العدالة بنطالب في الحكومة بنطالب في الشرطة في الأجهزة العمنية إنها تحط حد للفوردات المتسببة في هالمشاكل اللي بتصير عنا على الخط يعني كابل يومين شوفير فورد بيضا في الرام بطلع بعكس السير بتجاوز عن السيارات مستعد يسوي كارثة مشان يسابق ساكع ومو مشان يأخذ الراكب من قدامه وإن الشرطة في الرام ما فيش بس إحنا لما بدنا ننزل الراكب في الرام على اليمين بقول لك وقفت الشارع سكرت الشارع طب ما فيش صفة على اليمين الرام كلها ما فيش فيها صفة النقابة العمال عمال النقل أكدت أنها ناشدت العكومة في أكثر من مناسبة لملاحقة المركبات الخاصة التي تنقل الركاب ولكن في ظل استمرار هذه الظاهرة أعلنت النقابة عن سلسلة من الخطوات التصعيدية لاحقا وتطالب بتطبيق أقصى العقوبة على القتلة بدم بارد في راستان لنفضية النجاح رام الله